بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري وإسر لي أمري وحل العقدة من لساني إفقه قولي إن أريد إلا لإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأن تتجعل الحزن سهلا أما بعد أيها الإخوة الكرام نعود إلى ما كنا بصدده من رياض الأوراد ومع الروضة الثانية التي هي روضة جمال التحميد المجيد وقد كنا بصدد معالمها من خلال القرآن الكريم وكنا مع المعلم الثالث الذي هو معلم المقاصد ومع سورة الفاتحة بالذات حيث كنا مع السورة الجليلة التي استأنسنا بها في بيان هذا المعلم وهذا المقصد الذي هو مقصد الربانية مقصد ربانية الله عز وجل للعالم كله للعالمين كما أخبر الله عز وجل وعرفنا كيف تتجلى هذه الربانية وهذا الجمال في عالم الإنسان وفي عالم الأكوان في عالم الإنسان الذي هو مقابل لعالم الأكوان فهما عالمان العالم الذي يتجلى في ذات الإنسان والعالم الذي يتجلى خارج ذات الإنسان وقلنا بأن الإنسان هو مختصر أي نسخة موجزة مختصرة من العالم من العالم بشقيه العالم المادي المشهود لمنظور والعالم المعنوي الغيبي الذي دل العالم المادي على وجوده ولذلك سمي عالما وكل ذلك دال على وجود ربنا سبحانه وتعالى تلك الصورة الجليلة التي هي صورة الشمس أي الشمس وضحاها هذه الصورة الجليلة الذي عرفنا من خلالها كيف أقسم الله تعالى باثني عشر قسما على حقيقة جليلة عظيمة ألا وهي حقيقة هذه النفس وما تنطوي عليه هذه النفس من فجور وتقوى فهناك النفس التي طبعت على التقوى وهناك النفس التي طبعت على الفجور والمراد بالطبع هنا هو كسب الإنسان فيها بمعنى أن الله عز وجل سواها وزودها بالخير والشر وبالنور والظلام وبالحق والباطل وجعل الإنسان هو الحكم الحكم بين النفسين الإنسان هو الحكم بين نفسين أي بين النفس الملهامة بين نفس الملهامة التي ألهمت فجورها وألهمت تقواها فأنت أيها الإنسان هو الحكم فإما أن توجهها إلى ربها وإما أن توجهها إلى غير ربها ثم بعد ذلك انتقلنا إلى العالم الخارج وقلنا بأنه عندما تتجل الربوبية بأنوارها وبإشراقاتها في ذات الإنسان بكمالها وجمالها وجلالها فإنها تشيع خارج الإنسان تشيع خارج الإنسان بما أشارت إليه صورة والشمس وضحاها حين أشارت إليه بالنهار فكان الإشراق هو الوحي الإشراق الذات وكانت الذات التي تستقبل هذا الإشراق هي الفكر والعقل والفؤاد وكان هذا الوحي لا يمكن تجليته إلا إذا طبق في الخارج فعندنا إذن هذه المراحل الثلاثة عندنا مرحلة الوحي الذي يتنزل من الله عز وجل فهذه هي المرحلة التي هي مرحلة الاستقبال ثم المرحلة الثانية مرحلة المستقبل إذن عندنا مرحلة المستقبل وعندنا مرحلة المستقبل فإذا تم الاستقبال على تمامه وكماله بين المستقبل والمستقبل فحينئذ تبقى المرحلة الثالثة التي تجلية تجلية هذا الإشراق خارج الذات فإذا تجلت هذه الإشراقات خارج الذات فهذا هو التمام والكمال وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وضربنا الأمثلة الثلاثة من خلال الصورة الشمس رمز للوحي القامر رمز للمستقبل الذي هو الفكر والعقل والروح والنهار رمز للمنهج وتنزيل الوحي على الواقع الصورة ترموز إلى هذا بعد ذلك يكون هذا العالم الذي تجلت فيه تربية الله بالوحي التام الكامل يكون هو أيضا مستجيبا بدوره استجبت أنت لاستجابة الكاملة لا بد أن استجيب لك الكون من حولك وذكرنا الأثر القدسي ابن آدم خلقتك لنفسي وخلقت كل شيء لك فبحق عليك لا تشغل نفسك بما خلقت لك عما خلقتك لا يا ابن آدم أطلبني تجدني فإن وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء من كل شيء إذا ضيعته عوض وليس من الله إن ضيعته عوض من كل شيء إذا ضيعته تجد له عوضا لكن الله إذا ضيعت لقاءه وضيعته إن استقبل هديته فهذا هو الضياع الحقيقي لا ضياع عظم من هذا الضياع إذا المقصد الأول في قوله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين رب العالمين الرحمن الرحيم هذه التربية تأتي الآيتان من بعدها الآية الأولى أو الجملة الأولى الرحمن والجملة الثانية الرحيم هذه التربية صادرة من ذات متصفة بالرحمة التامة الكاملة كما هي صادرة كذلك من الرحمة العديدة التي لا حد لها لأنه قد قيل في الرحمن الرحيم أقوال متعددة وفي الفرق بينهما لكن الذي نريد الآن أن نأخذه رمزا هو أن الرحمن يقصد به جهة الكيف في الرحمة والرحيم يقصد به جهة الكم بمعنى أن هذه التربية جهة جهة الكيف فيها على التمام الرحمن الذي يدل على الامتلاع والساعة فعلا عندنا في اللغة العربية يدل على الامتلاع والساعة وهذا يرمز إلى كيفية هذه الرحمة وأنها صادرة من ذات كلها رحمة لا نظير لها ليس كمثله شيء وصادرة كذلك كذلك من رحمة لا عد لها ولا حصر لها فإذا نظرت إلى هذه الرحمة من جهة كيفها فهي على التمام والكمال مما لا تستطيع أنت أن تتصور هذا الكيف من رحمة الله عز وجل التي يرحم بها عباده سبحانه وتعالى ثم لا تتصور هذه الرحمة من حيث تعلقاتها وعددها فالنظر إليها من جهتين من جهة الكيف ومن جهة الكم فهي تامة كاملة من جهة الكيف وهي تامة كاملة من جهة الكم فكيفها لا يعلمه إلا الله جل جلاله وكمها وعددها لا يعلمها إلا الله عز وجل تصور إذن هذه التربية والرعاية الربانية حين تأتي من هذا المصدر الذي كاملت رحمته وتمت رحمته من جهة ساعتها وكيفها ومن جهة متعلقاتها وعددها كيف تكون هذه التربية هذه التربية تكون إذن على تمام الرحمة وإنما أتى الله عز وجل بهاتين الصفتين من أجل أن يرصخ في إذهاننا أن يرصخ في إذهاننا أن هذه التربية الربانية هي تربية كلها رحمة وذلك لأن تربية في عادة الناس قد يكون فيها شيء من القسوة قد يكون في العادة التي تجريبها مجار العادات كما قال القائل وقسى ليزدجر ومن يكو حازم فليقس أحيان على من يرحم لكن هذه الرحمة الصادرة من هذا التربية رب العالمين صادرة هي على تمام الرحمة ليس فيها شيء مما يتخيله الإنسان من القسوة التي تصدر من الإنسان الضعيف لأن الإنسان الضعيف عندما يريد أن يربي سيربي بحسب علمه وإذا ربى بحسب علمه فعلمه قصير وعليه فقد تكون هناك جوانب لو وصل إليها علمه لا ربى باللين واللطف والرفق ولكن لم يصل علمه إلى ذلك فالرفق واللطف والحنان والرحمة بالمربى تكون على حسب علم المربي عندما يقصر علمه يتلمس جهات حسب ما وصل إليه علمه فيقول هذه الجهات التي تحقيق لي المقصود من هذا المربى وحينئذ سيلجأ إلى نوع من القساوة قصده جميل ولكن ألم يهتد الوسيلة التي يربي بها فكان في هذا النوع من القسوة على المربى أما الله فهو العليم الخبير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فكل تربيته رحمة رحمة كيفا ورحمة كما أي ما ينتج عن هذه الرحمة من جهة كيفها فهي على التمام والكمال ومن جهة كمها قد أحصت كل جزئيات التي يتخيلها الإنسان لذلك أقول يا حصرة على العباد يا حصرة على أمتنا أولا ثم على الإنسانية كلها عندما تتخلى على المنهج الربان الذي كله رحمه يا حصرة على أمه تقرأ في كتاب ربها في الصدر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم بعد ذلك تتلمس تربية خارج هذا المنهج الرباني خارج هذا المنهج الذي كله رحمة ذاته ذاته رحمة المنهج الرباني من خلال الكتاب والسنة ذاته رحمة ليس مصوف فقط بالرحمة بل الذات نفسها عين الرحمة لأنه صدر عن عين الرحمة صدر عن عين الرحمة تطبيقا وصدر عن عين الرحمة إنزالا صدق صدار عن عين الرحمة إنزالا وهو الله وصدر وصدر عن عين الرحمة تطبيقا وهو رسول الله وما أرسلناك إلا رحمة مش رحيما الرحمة عين من المصدر ويطلق على عين الحدث عين الذات وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين انظروا رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين العالمية حاضرة أي المنهج الربان الآن حاضر في كل زمان وفي كل مكان وهو شامل للعالم كله لذلك قلت يا حصرة على أمتنا كيف تلمس المناهج الأرضية الطينية الطرابية وتعدل على المنهج الرباني المنزل من السماء غضا طريا المنزل من السماء غضا طريا وأكرر هذه الكلمة غضا طريا بمعنى كلما أتيت إلى القرآن تجده غضا طريا كأنه نزل في تلك اللحظة بمعنى أن كل ما يحدث في الكون مهما تطور الكون فالقرآن معه غضا طريا كأنه نزل في تلك الساعة أي أنه غضا طريا في كل زمان وفي كل مكان على مدار الدنيا كلها وعلى مدار الكرة الأرضية كلها ولو كان البشر ساكنا لو كان البشر ساكنا في قطر آخر أو في كوكب آخر لكان هذا القرآن حاضرا برحمته يربي الإنسان هناك لأنه صادر من العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية إذن الرحمن الرحيم رحمانية الرحمن ورحيمية الحنان تربية المنان ورحمانية الرحمن ورحيمية الحنان ثم المقصد الذي يليه ملك يوم الدين ملك يوم الدين هذه الآية الكريمة تحمل جلال وجمال تحمل جلال وجمال وأتت هذه الآية من بعد التربية والرحمانية والرحيمية لتغريسا في قلبي المتدبيري أنه عندما ينتهي هذا العالم الفاني وينتقل العبد إلى ذلك العالم الآخر فسوف يرى هناك الجلال والجمال سوف يرى الجلال والجمال يرى الجلال متمثلا في العدل ويرى الجمال متمثلا في الفضل لأن مالكية يوم الدين حيث لا ملك يومئذ إلا لله لا حقيقة ولا مجاز في المالكية صارت لله جل جلاله هنا كان قد اختبر بها العباد هنا ملكهم على وجه المجاز للاختبار والامتحان ليبلوكم أيكم أحسن عاملا فصارت المالكية هناك للواحد الأحد لمن الملك اليوم لله الواحد القهار فتجلى فيها الجلال بتمامه والجمال بكماله يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ها يتفيض بالجمال يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم ويرضى الجلال الجلال هنا والجمال هنا ونفخ في الصور فسعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرق تلارض بنور ربها الجمال ووضع الكتاب وجيء بالنبيئين والصديقين والشهداء وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق آية الجلال وآية الجمال هناك وسيق الذين وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة حتى إذا جاءوا فتحت أبوابها كيف نشلوا هنا لماذا لأن أبواب جهنم مغلقة على طول على الدوام والاستمرار كأبواب السجن هنا لا تفتح أي لا يفتح الباب إلا إذا جاء بفوج من السجناء ليدخلوا إلى السجن فيغلق عليهم وهكذا هناك وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة حتى إذا جاءوا فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألمياتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خاردين فيها ثم جاءت آية الجمال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء حتى إذا جاءوا وفتحت وفتحت وهو هو الحال لأن أبواب الجنان مفتحة على طول فمثلها مثل أبواب الضيافة التي تظل مفتوحة لكل الوفود الذين أتوا مكرمين فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وطر الملائكة حافين انظروا آيات تفيض بالجمال حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين إذن ملك يوم الدين الجمال والجلال ثم بعد ذلك تأتي الآية التي بعد هذا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 شكرا